اشتركوا في القناة بعد السلام والتحية كنا نفكر في هذا المقطع من زيارة أبي عبد الله الحسين قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وذلك جعلنا نفكر في عبادة آل محمد ونحن نعلم أن حقيقة عبادتنا التي نقدمها من صلاة وصيام وحج هي من تجلياتهم فهم مضمون العبادات وما كان يقدمه المعصوم منهم في حياته الدنيوية إلا في هذا المقام وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَمَا وَلَكِنْ مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لا يُتْرَكُ كُلُّهُ فَهَلْ هُنَاكَ إِشَارَاتٌ في حديثهم الذي يجعلنا نقترب بشيء من الحقيقة ولو بالواحد من التريليون بالمئة على حقيقة عبادة أهل البيت السؤال بالمجمل سؤال عن عبادة إمام زماننا سؤال عن عبادة محمد وآل محمد كيف سأجيب إنني سأجيب بنحو المقاربة وإلا فإن الذي يعرف عبادة محمد وآل محمد إثنان الله وهم وغير الله وغيرهم لا يعرف أحد حقيقة عبادتهم ما بينهم وبين الله لا مجال للحديث عنه لأننا حين نريد أن نتحدث عن شيء فلا بد من وجود معطيات وفقا لهذه المعطيات وفقا لهذه المفردات التي نملكها سنتحدث إن كنا تحدثنا صوابا أو كنا تحدثنا خطأا أصبنا أخطأنا بالنتيجة هناك معطيات الحال هذا أن أتحدث عما بينهم وبين الله لا أملك لا أنا ولا غيري أي من المعطيات ولا أعرف أي من المفردات التي أحاول أن أمسك ببعضها كي أبدأ الحديثة من هذه المفردة أو من تلك فنحن لا نملك معطيات ولا نملك مفردات وبالتالي فهذا باب مسدود بالمطلق فيما بينهم وبين الله في أحاديثهم في رواياتهم وبحسب طلب السائل سأشير إشارات موجزة علها تفي بالغرض الذي يتحدث عن السيد أحمد يحيى المولى وأبدأ من هذه النقطة مع الإجاز والاختصار هذا هو تحف العقول لابن شعبة الحراني منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 189 رسالة الحقوق المروية عن إمامنا السجاد حين يتحدث إمامنا السجاد عن حق أو عن حقوق إمام صلاة الجماعة الذي نصلي خلفه وإنني أأخذ هذا الكلام وهذه الصورة مثالا كي أشرع في الحديث لابد من جهة واضحة محسوسة ملموسة أبدأ منها فماذا يقول إمامنا السجاد في حق إمام صلاة الجماعة الذي نأتم به وأما حق إمامك في صلاتك والذي قد أكون أنا فأنت تأتي فتأتم بي أو قد تكون أنت فأنا أأتي وأتم بك أنا أنت الجميع الحديث عن شيعة آل محمد وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه قد تقلد السفارة فيما بينك وبين الله والوفادة إلى ربك وتكلم عنك ولم تتكلم عنه ودعا لك ولم تدعو له وطلب فيك ولم تطلب فيه وكفاك هم المقام أو المقام وكفاك والمعنيان صحيحان وكفاك هم المقام بين يدي الله والمسائلة والمسائلة له فيك ولم تكفه ذلك فإن كان في شيء من ذلك تخصير كان به دونك أي أنه هو الذي يتحمل وإن كان آثما لم تكن شريكه لأنك لست مسؤولا عن آثامه فأنت صليت وراءه وأنت تحسن الظن فيه فإن كان في شيء من ذلك تقصير مما تقدم ذكره من السفارة من الوفادة وسائر التفاصيل فإن كان في شيء من ذلك تقصير كان به دونك هو الذي يتحمل المسؤولية وإن كان آثما لم تكن شريكه فيه ولم يكن لك عليه فضل فوقع نفسك بنفسه ووقع صلاتك بصلاته فتشكر له على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا ما جاء مذكورا في رسالة الحقوق المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلام عليه في حق إمام الجماعة الذي نصلي خلفه والذي يبدو من السياق فإن الإمام هنا يتحدث عن إمام جماعة راتب أي ثابت في مسجد في مصلا في مكان معين الذي يبدو من السياق الإمام يتحدث عن إمام راتب يقال هذا إمام راتب إمام راتب أي ثابت لا عن إمام مستحدث أو مستطرق يعني الإمام الذي يصلي مرة واحدة ولا إشكال أن يكون الكلام والحديث عن الإثنين فإمام الجماعة إن كان راتبا أو كان مستطرقا مارا عابرا هو يمثل هذه المعاني وتتحقق فيه هذه الأوصاف أقرأ عليكم الكلام مرة أخرى ورجعي أن تلتفت إلى التفاصيل الجزئية لأنني لا أريد أن أقف عند كل كلمة فإن الحلقة ستطول وسأبقى مشغولا بهذا السؤال فقط وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه قد تقلد السفارة فيما بينك وبين الله والوفادة إلى ربك وتكلم عنك ولم تتكلم عنه ودعا لك ولم تدعو له وطلب فيك ولم تطلب فيه ويمكن وطلب فيك ولم تطلب فيه وطلب فيك أي كان مشؤولا عن صلاتك أي كان مشؤولا عن عبادتك وطلب فيك أي أنه طلب من الله أن تقبل صلاتك وأن تقضى حاجتك والمعاني واحدة متقاربة وطلب فيك ولم تطلب فيه وكفاك هم المقام بين يدي الله والمساءلة له فيك والمساءلة أول مساءلة والقراءتان صحيحتان وكفاك هم المقام بين يدي الله والمساءلة له فيك ولم تكفه ذلك فإن كان في شيء من ذلك تقصير كان به دونك وإن كان آثما لم تكن شريكه فيه ولم يكن لك عليه فاضل فوق نفسك بنفسه ووق صلاتك بصلاته أعتقد أن هذه الجملة جملة واضحة ووق صلاتك بصلاته فتشكر له على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا كانت صلاة إمام الجماعة من أمثالنا مثلي ومثلكم فإذا كنت أنا إماما للجماعة أو كان أي واحد منكم إماما للجماعة فإن إمام الجماعة بحسب هذه البيانات ستكون صلاته واقية حامية مكملة حافظة لصلاة الذين يصلون خلفه يأتمون به إذا كان هذا الكلام عن إمام جماعة من أمثالنا بهذا الوصف وبهذا الحال وبهذا التنظيم وبهذا الترابط فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى فكيف سيكون الكلام حينما أنقلوا الحديث إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أريد أن أقايس المقايسة هنا كفر صريح لا معنى للمقايسة أنا لا أقايس هنا إنني أخذت مفردة و أمسكت بها كي أبدأ الحديث منها فأقول ما أنا قلت قبل قليل نحن لا نملك معطيات ولا نملك مفردات فماذا أصنع فلا بد أن أبدأ من جهة على سبيل المثال على سبيل التقريب و لذا بدأت من هذه الجهة من إمام الجماعة من أمثالنا و لاحظتم كيف أن الإمام السجاد يحدثنا من أن صلاة إمام الجماعة تكون وقاية و واقية لصلاتنا التي نصليها خلفه و من هنا تظهر أهمية الدقة في اختيار إمام الجماعة فما بالك بمرجع الدين و أنا هنا لا أتحدث عن المرجع بالعنوان الشاعر و إنما أتحدث عن المرجع في الدين بحسب الاستعمال اللغوي لكلمة المرجع بغض النظر عن التخليد في مسائل العبادات والمعاملات أي جهة أنت تعود إليها في معرفة دينك هذه مرجعية أنت ترجع إليها قد يكون كتابا قد يكون برنامجا تعليميا على الإنترنت قد تكون فضائية من الفضائيات الدينية قد يكون خطيبا من الخطباء أنت معجب به وتعتمد على آرائه وتثق بما يطرحه على المنبر إنني أتحدث عن المرجعية بنحو عام عن الجهة التي تعود إليها كي تتعلم منها وقطعا مرجع التقليد المعروف بهذا العنوان هو داخل في هذا الحديد فإذا كان إمام صلاة الجماعة يقوم بهذه المهمة الكبيرة وهذا يقتضي أن يحمل من المؤهلات التي تتناسب مع هذه المهمة الثقيلة وهذه لا تتوفر في كل أحد فلا بد من التدقيق ولا بد من المعرفة بشأن إمام الجماعة إذا كان هذا حال إمام الجماعة فما حال المرجع الذي تأخذ دينك من وأنقلوا الحديث إلى إمام زماننا لا أريد أن أطيل الحديث لأن أسئلة أخرى هي بحاجة إلى أجوبة طويلة أنقلكم إلى الكافي الشريف وهذا هو الجزء الأول من الكافي وهذا الباب عنوانه باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه الحديث السادس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلام عليه يرويه علي بن جعفر علي بن جعفر هو ابن إمامنا الصادق يرويه عن إمامنا الكاظم وإمامنا الكاظم يرويه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ماذا يقول إمامنا الصادق إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا إنه يتحدث عن محمد وآل محمد الضمير ناء هنا عن محمد وآل محمد إن الله عز وجل خلقنا إنهم المعصومون الأربعة عشر يتحدث عنهم هنا إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة إنها شجرة الوجود وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله موطن شاهد هذه الجملة وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله يمكن أن يقول القائل الحديث هنا عن هداية العباد وهو صحيح ويمكن أن يقول القائل الحديث هنا عن تبليغهم للرسالة وعن تعليمهم وإرشادهم وتفقيههم للناس والمعنى صحيح كل هذا صحيح وحاصل ومتحقق على أرض الواقع لكن الرواية لا تتحدث عن هذا المستوى السياق يتحدث عن معنى عميق إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وذلك هو الكمال المطلق الذي تجلى فيهم لأن الكمال المطلق هذا تفرع عليه وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه فإن الجمال الإلهية تجلى في كل مخلوقاته الخزان هم لأن هم أجمل الجمال اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله هم أجمل الجمال وكل جمالك جميل الحديث هنا عن كل الخلق اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله بجمالك المودعي في الخزانة الإلهية هم الخزانة وهم الخزان تلك مقامات لهم هم خزانة أسرار الله وهم خزان فيض الله هم خزانة أسراره حين نقول عن الإسم الأعظم 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 من أن الله خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره ذلك هو مقام الخزانة الإلهية ومنها تجلى مقام الخزان فهم خزانة الله مجمع أسراره وهم خزانه خزانه مصادر الفيضي بهم ومنهم وإليه إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة إنها شجرة الوجود وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله حين قلت ولنا نطقت الشجرة قلت إنها شجرة الوجود لأن الشجرة تعني الأصل وأنا وعلي من شجرة واحدة كما يقول صلى الله عليه وآله سيد الكائنات أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى فشجر هو الأصل والحديث هنا عن خزان لله سبحانه وتعالى وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة إنها شجرة الوجود ولهذه الشجرة مظاهر شجرة طوبة مظهر من مظاهر هذه الشجرة الشجرة الطيبة في القرآن الكريم التي أصلها ثابت وفرعها في السماء هي مظهر من مظاهر هذه الشجرة الشجرة الزيتونة التي هي لا شرقية ولا غربية الشجرة التي ذكرت في آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره في سورة النور هي مظهر من مظاهر هذه الشجرة 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 لها مظاهر كثيرة وليس الحديث عن شرح الحديث وَبِعِبَادَتِنَا عُبِدَ اللَّهِ بِعِبَادَتِنَا هذه باء السببية بعبادتنا وَبِعِبَادَتِنَا عُبِدَ اللَّهِ عز وجل وَلَوْ لَا نَا ما عُبِدَ اللَّهِ أنا لا أريد أن أقف على الجملتين فإن الحديث يطول وإنما أقف على هذه الجملة وَبِعِبَادَتِنَا عُبِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلِ سأتنقل بين أحاديث العترة الطاهرة هذا علل شرائع للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وهذا هو الجزء الثاني وهذا هو الباب الثاني العلة التي من أجلها فرض الله الصلاة علينا العلة التي من أجلها فرض الله الصلاة علينا علي وعليكم الباب الثاني الحديث الأول عن عمر بن عبد العزيز هذا ما هو الخليفة الأموي هذا من رواة الحديث عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا هشام بن الحكم الشخصية الشيعية المعروفة قال سألت أبا عبد الله عن أي شيء عن علة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم قال فيها علة وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكر للنبي بأكثر من الخبر الأول من الخبر الأول يعني ما يأتي من إخبارات عن النبي بعث النبي في مكة والمدينة وما ينقل من أخبار سيرته ما هو مودع في الكتب لا يقلبها أحد وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق التفتوا التفتوا بدقة سؤال هشام سؤال يسأله كثيرون هذا السؤال أنا سألني إياه كثيرون عبر السنين سألت أبا عبد الله عن علة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم قال فيها علل وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكر للنبي بأكثر من الخبر الأول ماذا يعرف الناس الآن من سيرة النبي سيرة النبي محرفة ومودعة في الكتب مع تحريفها وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكر للنبي بأكثر من الخبر الأول وبقاء الكتاب في أيديهم فقط مراد من الكتاب القرآن لكانوا على ما كان عليه الأولون فإنهم قد كانوا اتخذوا دينا ووضعوا كتبا ودعوا أناسا إلى ما هم عليه وقتلوهم على ذلك فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وعاله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه عن محمد وينسوه فيندرس ذكره لأجل هذا شرعت الصلاة إنها مواعيد تذكر لمحمد وإذا ذكرنا محمدا لوحده فهذا ذكر أبتر إنها مواعيد تذكر لمحمد وآل محمد وهذه المواعيد نحن نأتي بها ناقصة لا نعرف معناها وقد حرفت حرفت معاني الصلاة تتبعت كتب مراجعنا التي ألفت في أسرار الصلاة هناك فن بين أرباب القلوب كما يقولون بين أهل الله بين علماء السلوك والرياضة والأخلاق هناك فن يسمى بأسرار العبادات مراجعنا كتبوا في هذا الفن كتبوا كتبا في أسرار الصلاة تتبعت هذه الكتب منذ زمن الشهيد الثاني والذي كان متأثرا بشدة وبقوة بالفكر الناصبي وهذا واضح في كتبه من أقدم الذين كتبوا بل قد يكون هو الأول كتب في هذا الفن الشهيد الثاني أسرار الصلاة لشهيد الثاني تتبعت كتب أسرار الصلاة منذ الشهيد الثاني إلى يومنا هذا إلى ما كتبه من المعاصر شيخ جوادي آملي من تلامذة العلامة الطباطباء صاحب الميزان تتبعت كل هذه الكتب وبإمكاني أن آتي بها هنا وأن أضعها على هذه الطاولة وأن أحدثكم عن تفاصيلها هذه الكتب كتبت بالذوق الصوفي وإن استشهدوا بمقاطع من أدعية آل محمد بمقاطع من أحاديثهم وكلماتهم لكن المنهج الذي بنيت عليه هذه الكتب والأفكار التي غرق فيها أولئك الذين ألفوا هذه الكتب إنه الفكر الصوفي الناصبي الذي جاء به من ابن عربي وأسلاف ابن عربي من الصوفية النواصب هذه أسرار صلاتي عند آل محمد ما وجدت أحدا يتحدث عن أسرار الصلاة وفقا لما قاله آل محمد فقط والله ما وجدت أحدا تتبعت كتب الجميع خلطوا بين ما جاء عن آل محمد وما جاء عن الصوفية النواصب وفي بعض الأحيان يغلبون ما جاء عن الصوفية على ما جاء عن محمد وآل محمد وما يختارونه من حديث آل محمد إنهم يختارون المعاني العامة التي تنسجم مع ذوق المخالفين خصائصهم خصائص العالي بقيت مع كل أسرارهم مخزونة في هذه الكتب هذا هو إمامنا الصادق يخبرنا عن علة تشريع الصلاة بالنسبة إلينا الصلاة هي مواعيد لتذكري محمد وآل محمد هذا هو كلام صادق أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى لأهميتها أعرف صلاتكم إمامنا الباقر يقول من لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا هذا هو حقهم هذا هو حقهم من لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق عن علة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم قال فيها علل وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكر للنبي بأكثر من الخبر الأول وبقاء الكتاب في أيديهم فقط لكانوا على ما كان عليه الأولون من الأمم السابقة فإنهم قد كانوا اتخذوا دينا ووضعوا كتبا ودعوا أناسا إلى ما هم عليه وقتلوهم على ذلك فدرس أمرهم وذهب وذهب حين ذهبوا وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه وينسوه يغفلوا عن محمد وينسوا محمدا فيندرس ذكره الصلاة مواعيد لقاء مع محمد وآل محمد هذه الصلاة هذا هو إمامنا الصادق يبين لنا علة تشريع الصلاة وفرضها علينا علي وعليكم فهذا المعنى لا يصح أن نطبقه على محمد وآل محمد هذا المعنى ينطبق علينا نحن ولذا قلت من أن عبادتهم لها شأن آخر أنا لا أعرفهم أنا أعرف عبادتي وأعرف عبادتي من خلال رجوعي إلى أحاديثهم ها هو إمامي الصادق يعلمني فيقول يا فلان أنا أنت يا أيها الشيعي يا أيها الشيعي إن الله فرض الصلاة عليك كي تتذكر محمدا وآل محمد بالدقة في زماننا في أجيالنا هذه نحن أجيال عصر الغيبة الكبرى فرضت الصلاة علينا لماذا كي نتذكر إمام زماننا فإننا حين نتذكر إمام زماننا إننا نتذكر محمدا وآل محمد هذه هي علة تشريع الصلاة محمد وآل محمد كيف يصلون ما أدراني أنا نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء التاسع والتسعون من بحار الأنوار لشيخنا المجلس رحمة الله عليه وهذه الزيارة هي زيارة الندبة والتي تعرف بزيارة آل ياسين غير المشهورة في كتب المزارات نزور بها إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلام عليه هكذا نخاطبه والخطاب والخطاب لهم جميعا بنحو عام وله بنحو خاص صلوات الله عليه السلام عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا وعصمتنا بكم ومن اعتصم بكم في الزيارة الجامعة الكبيرة الخطاب لهم جميعا ولإمام زماننا فإننا مرتبطون به بشكل خاص الخطاب لهم جميعا ولإمام زماننا بنحو خاص يوم ندعو كل أناس بإمامهم نحن ندعى في يوم القيامة بإمامنا إنه الحجة بن الحسن أمرنا رهين مرهون موقوف مربوط قولوا ما شئتم في فنائه الطاهر السلام عليكم يا آل محمد سيدي يا بقية الله السلام عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا صلواتنا صلواتنا شرعت كي نتذكرك يا ابن رسول الله لكننا مقصرون 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 كي نتذكرك لأنك وجه الله صلواتنا 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 لله ولكن بأي فهم الله شرعها وفرضها علينا كي نتذكرك يا بقية الله لماذا لأنك وجه الله أنت وجه الله أنت وجهه حين نقول في بدايات الصلاة وجهت وجهي سواء قلنا ذلك قبل أن ندخل في الصلاة أو بعد أن دخلنا في الصلاة قبل أن ندخل في الصلاة ما هو بمسنون ولكنه شيء حسن المسنون أن نقرأ دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام وجهت وجهي إلى أين إلى وجه الله وجه الله أين الهواء هذا الذي أمامي أو أنني أتخيل الكعبة ذلك البناء الأسود أو أنني أتوهم إلها في ذهني وجهت وجهي إلى أين وجهت وجهي أي وجهت قلبي وليس وجهي هذا الذي فيه عيناي وجهت وجهي وجهت قلبي وجهت قلبي إلى أين إلى الجهة التي شرعت الصلاة لأجل أن أتذكرها إنه وجه الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء سادة آل محمد من أراد الله بدأ بكم في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن وحده قبل عنكم مر الكلام يوم أمس ومن قصده توجه إليكم السلام عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا وأنتم صلاتنا كما يقول سيد الأوصياء أنا صلاة المؤمنين وصيامهم أنتم أوقات صلاتنا وأنتم صلاتنا ولأجلكم شرع الله صلاتنا كي نتذكركم مثلما نخاطب إمام زماننا في زيارة آل ياسين المشهورة وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر أنتم الأول والآخر السلام عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا ماذا نقرأ في الزيارة الجوادية من نفس الجزء الزيارة التي نزور بها إمامنا الثامن أنيس النفوس إنه إمامنا الرضا صلوات الله عليه نزوره بزيارة الجوادية وهي مروية عن جواد الأئمة عن إمامنا أبي جعفر الجواد هكذا نسلم عليهم السلام على شهور الحول وعدد الساعات إنهم يحاصروننا في جميع الاتجاهات السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله إنها أعمدة التوحيد بعدد الأئمة الاثني عشر عدد حروف لا إله إلا الله تمثل أعمدة التوحيد إنها رمزية في أعمدة الكتابة واللفظ ولكنها ولكنها تشير إلى أعمدة التوحيد في عالم الحقيقة إنهم الأئمة الاثنى عشر السلام السلام على شهور الحول شهور الحول إثنى عشر وعدد وعدد الساعات وعدد الساعات إنها ساعات الليل وساعات النهار بحسب التقسيم العلمي المثالي فعدد الساعات في النهار إثنى عشر وفي الليل إثنى عشر السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات مظاهرهم تحيط بنا ولذا نخاطب إمام زماننا في زيارة آل ياسين غير المشهورة في زيارة الندبة صفحة 95 من الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار الخطاب مع إمام زماننا ملي إلا أنت ملي إلا أنت ملي إلا أنت ملي إلا أنت يا بقية الله فيما دنت 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 مثلي ومثلكم تكون وقاية لصلاتنا نحن هنا نخاطب الوقاية العظمى يا وقاية الله يا بقية الله يا وقاية الله وستره وبركته أغنني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني هذه صلاتنا إذا أردنا أن نعرف أسرارها فإذا ما صلينا مثل ما يريدون فإننا سنصل صلاتنا بصلاتهم وحين إذن تقبل صلاتنا وإلا إذا لم تصل صلاتنا بصلاتهم لا معنى لها وبعبادتنا عبد الله مثل ما قرأت عليكم من الكاف الشريف عن صادق العترة وبعبادتنا عبد الله هكذا نسلم على إمام زماننا في زيارة آل ياسين وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان فماذا نقرأ في زيارة صاحب الأمر السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد في الصلاة إنه قيام الصلاة وقعود الصلاة إننا نريد أن نربط صلاتنا بصلاته هو إمامنا الحقيقي ما هو إمام الجماعة إمامنا الحقيقي هذا تريدون أن تقبل صلاتكم أن يقبل صيامكم عليكم عليكم أن تصلوا صلاتكم بصلاته فصلاته جوهر العبادة هي سر قبول صلاتنا إذا ما اتصلت صلاتنا بصلاته كملت صلاتنا فما فيها من زيادة يحذف وما فيها من نقص يكمل لقد اتصلنا وارتبطنا بالصلاة العظمى إمام الجماعة لا قيمة لصلاته إذا لم يكن مرتبطا بصلات إمامه الأعظم وإلا أنا أصلي خلف معم من أثول غبي عقيدته فاسده يصلي صلاة الشافعي وهذا يقي صلاتي بصلاته وهذا مدبر أمره هو يصلي صلاة الشافعي ويعتقد أن ذكر علي بن أبي طالب في التشهد الوسط والأخير يبطل صلاته من أم داكم أيها الله هذه عراقية لا تستنسخ ولا تترجم لا أستطيع أن أترجمها فهكذا نسلم على إمام زماننا السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين تقرأ وتبين هذه عبارات دقيقة أنا لا أجد مجال لشرحها السلام عليك حين تصلي وتقنت حين تقرأ وتبين لأن القراءة لسور والتبيين لسور أخرى القراءة للفاتحة والتبيين للسور التي تأتي بعد الفاتحة السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي إنها أوقات الصلاة السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون هذه عباداتنا أمانة عندك السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمول السلام عليك بجوامع السلام ثم تبدأ الزيارة بعرض العقيدة أنا لا أريد أن أشرح الزيارة هنا أتمنى أن أجد فرصة كي أشرح هذه الزيارة المهمة فإذا ما ارتبطت صلاتنا بصلاته ارتبطت بعالم التطهير الأعظم هذا هو الطهور الأعظم الذي ذكر في الروايات هناك طهور أعظم من دونه لا تقبل الصلوات لا صلاة إلا بطهور هذا الوجه الظاهر الوضوء الغسل تفاصيل الطهارة لا قيمة لهذا الطهور من دون ارتباطنا بالطهور الأعظم الطهور الأعظم ولاية إمام زماننا التي هي مرآة لولاية محمد وآل محمد والتي عنوانها علي عنوان صحيفة المؤمن ما هو حب علي بن أبي طالب نذهب إلى فاصل السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنط السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إذا ما ربطنا ركوعنا بركوعه وسجودنا بسجوده وقراءتنا بقراءته ما هي الصلاة شرعت كي نتذكره هذا ما هو حديثي هذا حديث آل محمد إنه الصادق جعفر صلوات الله عليه هو الذي علمنا هذا على الأقل أنا تعلمت من هذا تريدون أن تتعلموا من جعفر صادق الأمر راجع إليكم أم تريدون أن تتعلموا من إشعيط ومعيط الأمر راجع إليكم إشعيط ومعيط يأتونكم بمعاني الصلاة من الصوفية أكثر المعاني جاءوا بها من الغزالي والله أكثر المعاني جاءوا بها من الغزالي من أبي حامد الغزالي من كتابه الناصبي الناصبي والناصبي جدا أكثر المعاني جاءوا بها من الغزالي من الغزالي من أبي حتى يجعل ذلك بابا لعدم لأن يزيد إبليس ينزه نفسه ويقدس نفسه الغزالي عن أن يلعن إبليس وبعد ذلك يتحول إلى مسألة عدم لعن يزيد وحينما يدخل في التفاصيل يقول حتى لو كان قد قتل الحسين فإن يزيد قتاب يأتونكم بفكر من قلوب تحمل نجاسة بهذا المستوى ويتركون حديث الأطهار لماذا هذه أحاديث ضعيفة بسبب قذارات علم الرجال آية الله العظمى قال هذه الروايات ضعيفة وأحاديث الغزالي ما هي ضعيفة لماذا تعتمدون عليها لماذا تربون الناس على فكر يأتي من قلوب وعقول ناصبية بهذا المستوى أهم كتاب في علم الأخلاق عندنا أي كتاب المحجة البيضاء لشهرته هناك مؤسسة لطباعة عرفت بالمحجة البيضاء في بيروت المحجة البيضاء أكبر موسوعة أخلاقية وسلوكية عندنا في المكتبة الشيعية وكل الذين يصعدون المنابر يمارسون أسلوب الوعظي والأخلاقيات يعودون إلى هذا الكتاب هذا الكتاب والله هو نفسه إحياء علوم الدين للغزالي والله هو نفسه الفيض الكاشاني أخذ الكتاب وغير فيه تغييرا طفيفا وبقي الكتاب على حاله هذا هو كتاب إحياء العلوم للغزالي المحجة البيضاء ما هو العنوان الكامل لها المحجة البيضاء في إحياء الإحياء يعني أن الفيض الكاشاني أحياء كتاب الإحياء بشيء طفيف لا قيمة له أضافه إلى الكتاب والكتاب بقي على حاله الكتب في المكتبة موجودة كتاب إحياء علوم الدين للغزالي موجود وكتاب المحجة البيضاء موجود وهذا هو مصدر مراجعكم في الأخلاق أحاديث أهل البيت الموجودة في الكافي وفي كتب الصدوق يشككون فيها وهذا الهراء يأخذون به هل هناك توفيق أكثر من هذا أو لا إذا أردتم أسرار الصلاة فهذه أسرار الصلاة هناك مجموعة حلقات عنوانها معاني الصلاة موجودة على موقع قناة القمار وعلى اليوتيوب وعلى مواقع كثيرة أخرى هي من جملة حلقات برنامج الكتاب الناطق تحدثت فيها عن معاني الصلاة بالإجمال وفقا لمنطق الكتاب والعترا ماذا قال آل محمد في معاني الصلاة في أفق من الآفاق هكذا نخاطب إمام زماننا في زيارة الندبة من لي إلا أنت فيما دنت واعتصمت بك فيه تحرسني فيما تقربت به إليك يا وقاية الله وستره وبركته أغنني وفي بعض النسخ أغثني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني صلاتنا هي صلتنا العبادية به نحن هكذا نخاطبه نخاطب الحجة ابن الحسن في هذه الزيارة الصادرة عنه إنها زيارة صادرة عن الناحية المقدسة هكذا نقول له السلام عليك يا محفوظا بالله الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله نور سمعه وبصره نحن نربط صلاتنا بهذا الوجود بهذه الكينونة الإلهية إننا نتجه إلى وجه الله فما شيء مننا يا آل محمد في نفس الزيارة فما شيء مننا في التكوين في التشريع في المادة في المعنى في العبادات في المعاملات وحديثنا عن العبادة و الصلاة فما شيء مننا من صلاتنا و عبادتنا إلا و أنتم له السبب أنتم له السبب بعبادتنا عبد الله أين السبب المتصل بين الأرض و السماء أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ما هي المعاني واحدة ألا لعنة على علم الرجال تلاحظون النصوص و هذه كلها ضعيفة بحسب هراء مراجعنا الكرام بحسب قذارات علم الرجال هذه الأدعية و الزيارات ضعيفة تلاحظون الحقائق كيف تأتي منسجمة و متسقة باتجاه واحد أينما تولوا فثم وجه الله بهذا الاتجاه هذا منطق القرآن كل الحقائق تتسق مستوسقة منظمة في غاية الإبداع و الحسن و الإتقان و الزينة و الجمال إنه أجمل الجمال اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله هناك 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 عند الشجرة الزيتون في فناء فاطمة نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فما شيء منا إلا و أنتم له السبب و إليه السبيل أين السبيل بعد السبيل ألا نخاطبهم هكذا في دعاء الندبة الشريف أين السبيل بعد السبيل صادق بعد صادق إنهم آل محمد صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين فأعود إلى الرواية و بعبادتنا عبد الله عز وجل إِنَّنِي أَقْرَأُ مِنَ الْكَافِيِ وَلَوْ لَا نَا وَلَوْ لَا نَا ما عُبِدَ اللَّهِ فما شيء منا يا بقية الله إلا و أنتم له السبب و إليه السبيل تبدأ الصلاة بكم و تنتهي بكم فحين نقول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و هذا سلام لإمام زماننا لازلت أقرأ من الكافي و هذا الباب باب مولد النبي و و فاته صلى الله عليه و آله إنه الحديث التاسع و الثلاثون عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله ما معنى السلام على رسول الله و هو نفسه السلام على أمير المؤمنين السلام على الصديقة فاطمة السلام على الحسني و الحسين السلام على التسعة المعصومين من عترة الحسين السلام على قائمهم داوود ابن كثير الرقي يقول قلت لأبي عبد الله للصادق المصدق ما معنى السلام على رسول الله فماذا أجابه إمامنا الصادق فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه و وصيه و ابنته و ابنيه و جميع الأئمة و جميع الأئمة هذا التعبير دقيق و هو الذي أستعمله دائما و الذي يرد في أدق و في أعمق تعابيرهم لما خلق نبيه و zam tenia gun لما خلق نبيه إمام الأئمة من بعده من علي إلى القائم و وصيه إنه إمام الأئمة من فاطمة إلى القائم وابنته إنها إمام الأئمة لولدها من المجتبى إلى القائم وابنيه إنهما السيدان الإمامان الزاهران القائمان القاعدان إنهما سيدا شباب أهل الجنة إنهما الحسنان وهنا تكتمل منظومة أصحاب الكساء ومنها تتفرع منظومة العترة الحسينية لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن في الرجعة الحديث عن الرجعة ومقدماتها الظهور فإن الأرض المباركة لا تتجلى إلا في مرحلة الرجعة وكذاك الحرم الآمن هذه عنوين للأرض في مرحلة الرجعة والبدايات من الظهور الشريف ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور هذا في الرجعة ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيئة فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشعتهم الميثاق بذلك على جميع الأئمة فاطمة داخلة في هذا أو أن فاطمة قد خرجت يا من لا تعتقدون بإمامة فاطمة فاطمة خرجت من هذا التعبير أو لا فاطمة داخلة برغم أنوفكم أيها الضالون عن إمامتها يا مراجع الشع تعبير واضح وهذا التعبير يتكرر في الكثير من رواياتهم وأحاديثهم وزياراتهم من أراد أن يعرف أكثر عن إمامة الصديقة الكبرى فليذهب إلى مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة ستون حلقة مفصلة موجودة على موقع قناة القمر على اليوتيوب وعلى مواقع أخرى على الشبكة العنكبوتية مجموعة حلقات عن الصديقة الكبرى إنها من جملة حلقات برنامج الكتاب الناطق هذه حجج قائمة عليكم لا تقولوا ما كنا نعلم إذا كنتم تبحثون عن دينكم هذه المطالب مبينة وبالتفصيل يمكنكم أن تعودوا إليها وأخذ رسول الله على جميع الأئمة فاطمة داخلة أو ليست داخلة هذا حديث صادق وأنا أقرأ من الكافي إنها إمام الأئمة لكننا ماذا نفعل مع مراجع الشيعة الضالين عن إمامة الزهراء ينكرون إمامتها وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك وواضح واضح جدا هذا هو لحن القول وهذه معارض كلامهم واضح جدا حينما تحدث الإمام الصادق وبيّن هذا التفصيل لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم ثم عاد فعبر الصادق نفسه وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم فاطمة داخلة أو ليست داخلة برغم أنوفكم إنها سيدة الأئمة من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد إنها إمام أئمتنا وليخسأ علم كلامكم وليخسأ علم رجالكم وليخسأ علم أصولكم هذه حقائق آل محمد فماذا تفعلون معها وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك وإنما السلام عليه على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله حينما نسلم على رسول الله في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو هذا المعنى إننا نتحدث عن الرجعة يا من تنكرون الرجعة ماذا تعرفون من صلاتكم ماذا تعرفون من صلاتكم أي صلاة وهي صلاة شافعية في ألفاظها وفي معانيها أي صلاة هذا هو الذي قلته من أن كتب أسرار الصلاة خلية من أسرار الصلاة وفقا لمنهج محمد وآل محمد إنها أسرار الصلاة الصوفية والله راجعت كل الكتب في ذلك منذ أن بدأ علماء الشيعة يكتبون في هذا الفن وإلى يومنا هذا يذكرون هذه الأحاديث ولكنهم لا يفهمونها بهذا الفن قد تجدون في بعض هذه الكتب مثل هذه الأحاديث يفهمونها بطريقة شافعية سخيفة سطحية إلى أبعد الحدود وهم في الوقت نفسه يدعون من أنهم يفهمون الأمور بلسان الإشارة والحقائق وبواطن المعاني وإنما السلام عليه على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه هذا هو معنى السلام فحينما نسلم على إمام زماننا حين يقرأ ويبين وحين يركع ويسجد وحين 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 إننا نسلم عليه بهذا المعنى ونصل صلاتنا التي هي مواعيد لذكره إمامنا الصادق أخبرنا علة تشريع الصلاة أن نتذكره هذا هو معنى قول أمير المؤمنين أنا صلاة المؤمنين وصيامهم فصلاة علي هي جوهر وبوابة لقبول صلاتنا وهذا هو المعنى الذي ذكرته الروايات من أن الإمام الحجة إذا لم يحضر في عرفة فلا حج للناس لأن حج الناس يقبل بحجه ولأن صيام الناس يقبل بصيامه إنهم ديننا إنهم أئمتنا نذهب إلى فاصل بودي أن أستمر في الحديث عن معاني الصلاة ولكنني أرى الوقت يجري سريعا أتمنى أن أجد فرصة أخرى كي أتناول هذا الموضوع بنحو أشمل خلاصة القول صلاتهم التي بينهم وبين الله لا أعرف عنها شيئا لكنني أعرف صلاتهم التي بيننا وبينهم صلوات الله عليهم أعرف شيئا عنها هم حدثوني وقد حدثتكم عن أدنى مستويات فهم للصلاة بحسب رواياتهم وإلا فهناك آفاق أعمق وأعمق من كل هذا الذي ذكرته تحياتي تحياتي للأخ العزيز محمد جاسم فاضل فإنني غفلت عن تحياته بعد تمامي جوابي على سؤاله وتحياتي أيضا للسيد أحمد يحيى المولى المولى وأسألكم الدعاء والزيارة